وزعت الجزائر في مجلس الأمنة الدولية مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية هذا القرار ينص على رفض التهجير القصري للمدنيين الفلسطينيين مطالبا بوقف جميع الانتهاكات بما يجدر الدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن دون عوائق إلى قطاع غزة وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا دعت إليه الجزائر بشأن إعطاء الزامية القرار لمحكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل